في دورها أكدت مصادر مقربة من التيار الصدري لوني نيوز عودة الصدر لتصدر المشهد السياسي وبقوة خلال الفترة القليلة المقبلة وسط حضور جماهيري كبير وذكرت المصادر أن حراكة شري كان جماهيريا لكن أحزاب السلطة مارست القمع ضد الشباب وبطرق لا تمثل العمل السياسي بأي صلة وبالتالي تسببت تلك الأحزاب بخلق فجوة كبيرة بين المواطن وطبقة السياسية الحاكمة أدت في نهاية المطاف إلى تنازل التيار الصدري اللاعب الأساسي في العملية السياسية عن مقاعده البرلمانية إلى الكتل الخاسرة في الانتخابات السابقة